نصرة الأخبار من قناة جلزيزات أهلا بكم بداية وبعد الأمطار الأخيرة كشف كمال مقرن مدير التفتيش والتدخل لسدود الشرق الجزائري أن نسبة امتلاء السدود بين جزائر وصلت إلى 42% بحجم يقارب 3 ملايير متر مكعب منها 400 مليون متر مكعب من أنطار الأسبوعين الأولين من شهر أفريل وفي تصريحه لإضاءة تصطيف اليوم الجمعة كشف مقرن أن نسبة امتلاء السدود بالنحية الشرقية وصلت إلى 62% وبنسبة 25% بالنحية الغربية بالإضافة إلى ثمانية سدود بالنحية الشرقية وصلت نسبة امتلائها لأكثر من 80% وتصل إلى 100% كسد كسير بملاية جيجل الذي يخضع للتفريغ بعدما امتلأ عن آخره وأوضح مقرن أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لجأت إلى تقنيات وأسليب لتقليص توحل السدود عن طريق الحواجز الحجرية بالأودية التي تصب في السدود وتشجير الأحواط على غرار غرص 200 ألف شجرة بمحيط سد الموان مشيرا إلى أن خمسة أو ستة سدود معنية بنزع الأوحال منها سد لقصب بولاية مسيلة وفم الجيس بولاية خنشلاء وفي أحوال الطقس توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعود الأجواء إلى الصفاء والاستقرار بداية من اليوم الجمعة حيث ستكون الأجواء صافية ومستقرة بعد انقشاع الصحب السفل على كافة الولايات الشمالية وحسب النماذج الرقمية لرصد الجوي فإن الأجواء ستكون مشمسة بعد الإضطراب الجوي الأخير الذي كان محملا بأمطار وثلوج كما ستكون الأجواء دافئة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تصل إلى 30 درجة على الولايات الغربية وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء مستقرة وصافية يومي السبت والأحد مع ارتفاع في درجات الحرارة على الولايات الشمالية بسبب اندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب تعمل على ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 35 درجة اجتماعيا انكشفت مؤسسة نتكوم أنه منذ بداية شهر رمضان الجري تم جمع عشرة أطنان من مدة الخبز من طرف عمال النظفة أرقام صادمة في ظاهرة أصبحت تتكرر كل سنة في الشهر الفضيلة رحب عمروشد فصل أكثر عشرة أطنان من الخبز تم رميها خلال العشرين يوما الأولى من رمضان أرقام صادمة سجلتها مؤسسة نتكوم لولاية الجزائر هذه السنة رغم تسجيل تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية أين تم جمع خمسة عشر طن من الخبز المبذر المؤسسة أشارت لأن كمية المواد الغذائية المرمية في القمامة في الأيام العادية تقارب واحد فاصل مئة طن شهريا أما في شهر رمضان فتتراوح من واحد فاصل مئتان طن إلى واحد فاصل ثلاثة مئة طن أي بزيادة تتراوح بين عشر إلى عشرين بالمئة وللحد من هذه الظاهرة قمت المؤسسة بتوزيع كتيب يتضمن وصفات طهي الخبز من أجل حث المواطنين على تحضيره بيدهم لمعرفة قيمته الحقيقية كما أعلنت أنه سيتم توزيع كميات الخبز التي تم جمعها على مربي المواشي الذين لهم عقود مع المؤسسة أرقام كبيرة إذن تسجلها الجزائر سنويا تعكس الاستهلاك الأعقلاني للجزائريين لمادة الخبز ما يستوجب حقا مكافحة هذه الظاهرة المرفوضة اقتصاديا اجتماعيا بيئيا وحتى دينيا اجتماعيا دائما تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هورب مدينة دولي في الجزائر العاصمة خلال الأسبوع الماضي من حج 123 ألف أورو و4550 دولارا بالإضافة إلى 440 غرام من الذهب وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطنية فإن المحجوزات لم يتم تصريح بها من قبل أصحابها الذين كانوا متوجهين نحو الخارج في ملف القضية الفلسطينية أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قلقها العميق إزاء تصاعد عنف قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين هذا وأكد الهلال الأحمر في القدس اليوم الجمعة عن وقوع 27 إصابة خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى وتم نقل 11 من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتتوصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بهاة الأقصى لليوم السادس على التولي في الختام ستشهد الجزائر يوم غدا السبت 23 أفريل على الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا ظاهرة فلكية فريدة من نوعها تتمثل في تقارب أربعة كواكب ساطعة وهي المشتري والزهر والمريخ وزحل مع القمر وأوضح المركز أنه يمكن لعشاق الفلك وهوات رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستمتاع بهذا المنظر في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبية ختام الورقة الإخبارية لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقعنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة صحف تركوا مشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة